السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير حلقتنا النهاردة يا جماعة تكون عن حاجة في منتهى الأهمية عن خمس أسباب ليه ما بتقدرش تتخلص من النرجسي السبب الأول يا جماعة واللي بيكون مهم جدا واللي بيخلي موضوع التخلص من النرجسي صعب قوي هو إنك لسه مرتبط بالوهم النرجسي أنت مرتبط لسه بالشخصية المزيفة والخداع اللي مارسه معاك النرجسي أيام بداية العلاقة ومرحلة طبعا قصف الحب واللي بتكلم فيها النرجسي بشكل كسيف جدا عن مستقبل علاقتك به واللي بعدين بتكتشف إن العلاقة بتبدأ في الانهيار وكلنا عارفين الكلام ده في دورة الإساءة النرجسية بمعنى إن يكون فيه تقدير زايد جدا ومرحلة إغراق عاطفي وبعدها بتيجي مرحلة تقليل الإيمة كلنا عارفين كمان إن مرحلة الإغراق العاطفي وقصف الحب دي بيكون تأثيرها قوي جدا وفعال كمان على كتير جدا من الضحايا خصوصا لما بتكون من النوع اللي بيعتمد على الآخرين في معظم تفاصيل حياتك وده اللي بيخلي الضحايا اللي من النوع ده ترتبط قوي بالنرجسي وحتى بعد الانفصال عن النرجسي بتلاقي إنك لسه متعلق أو متعلقة به لدرجة إنك بتحس بنوع من الإدمان على الشخص ده رغم كل الإساءات اللي شفتها منه بتكون لسه متعلق بقصتك معاه وهو ده وهم النرجسي وعلشان تبدأ تقدر تنفصل عن القصة دي وهو ده اللي بيكون مطلوب منك لازم تعرف وتتأكد إن شخص ده غير حقيقي ولكن شخص مزيف ومش هو ده شخص اللي كان معاك في بداية العلاقة والارتباط وده بيكون أحد الأسباب اللي بتخلي الموضوع صعب جدا إننا لسه متعلقين بالقصة الوهمية القديمة وده بيودينا للنقطة التانية أو السبب التاني من أسباب عدم قدرتك على التخلص من النرجسي إن بيكون لسه فيه تواصل حتى ولو كان تواصل بسيط قوي مش اتصال مقطوع تماما يعني اتكلمنا قبل كده يا جماعة فيه ظروف اللي بتخلي من الصعب قطع الاتصال تماما مع النرجسي زي مثلا وجود أطفال أو فيه أعمال مشتركة بينك وبينه يعني صعب تفصلها في الوقت الحالي وهو ده الوقت اللي تقدر فيه تطبق نظرية الصخور الرمضية اللي بتكون إنك ما تديش للنرجسي أي طاقة منك أو تعامل من أي نوع غير بالحاجات اللي انت محتاجها هو بس يعني للضرورة القصوى وبعدها بتقطع الاتصال تماما أما الأشخاص اللي ما عندهمش أي سبب للتواصل مع النرجسي زي وجود أطفال أو إن فيه بينه وبينه عمل مشترك فضروري جدا إنك تقطع الاتصال معاه تماما بكل الأشكال وبأي طريقة ممكنة مشكلة التواصل للضرورة ده جماعة إنه بيخليك في حالة متابعة للنرجسي يعني بتتابعه على صفحة التواصل بتاعته وبتشوف أخباره وبتكون مشترك معاه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وده اللي بيخليك تاخد وقت أطول في الشفاء منه التواصل القليل ده أو اللي للضرورة بيخليك ما تقدرش تتعافى بشكل صحيح لأن أنت كده يعني أكيد هتشوف حاجات على صفحة النرجسي ممكن يخليك بتصاب بالإحباط أو بالغضب أو باليأس لأنه من المعروف إن بعد الانفصال عن النرجسي تلاقيه طبعا بينشر حياته المزيفة طبعا الجديدة وإحنا عارفين إن النرجسي بيتنقل من علاقة للتانية بسرعة جديدة جدا وطبعا هتشوف علاقته الجديدة دي واللي هيخلي من الصعب جدا وصولك للشفاء من النرجسي وهتحتاج لوقت أطول زي ما قلنا قطع الاتصال جماعة هو أسرع وسيلة للتعافي والتغلب على النرجسي وبيساعد جدا في كسر الارتباط اللي بينك وبينه لازم تفهم كويس جدا إنك لسه مرتبط بشكل قوي جدا بالنرجسي وده اللي بيصعب عليك الانفصال عنه أو التخلص منه علشان كده قطع الاتصال تماما أو بالكامل أحد أهم الأساليب الممتازة علشان تقدر تحقق هدفك ده أما السبب التالت والرئيسي لصعوبة الانفصال والتخلص من النرجسي أو السبب اللي بيخليك معلق ومش قادر تخلص من العلاقة السامة دي هي إنك مش بتركز أبدا على شفائك الخاص وإنك ما زلت بتركز على النرجسي أنت طبعا ما زلت بتفكر في العلاقة مع النرجسي باستمرار وبتفكر في بعض الحاجات اللي بتكون بتحاول تفهمها زي إيه نوع النرجسية اللي بيعاني منها وهل هو فعلا شخص سيء ولا طيب إذا قدرت إنك تغير وجهة نظرك وقدرت إنك إنت تشوف إنك تقدر إزاي تاخد الطاقة اللي بتبزلها دي وإنت بتحاول تفهم النرجسي وحطتها كلها في شفائك الخاص بيك هتكون قدرت تقطع شوت كبير جدا في طريقك للشفاء من النرجسي وأول خطوة وببساطة شديدة جدا إنك تقول لنفسك وتعترف ليها إن كل شيء في العلاقة دي كان خسارة وأنا عارف يا جماعة إن الجملة دي ممكن تكون مؤلمة للبعض مننا ولكنها ضرورية جدا علشان تبدأ طريقك للعودة لنفسك ورحلتك للشفاء لازم تخرج من محاولة فهم النرجسي ومش بتكلم هنا عن إنك تحاول تفهم اللي حصل معاك ولكن تفهم بشكل كامل إن العلاقة دي كانت تدمير بطيء بالنسبة لك لازم تتوقف على إنك تفكر مين اللي مع النرجسي دلوقتي أو ليه عمل معك كده وتبطل تسأل نفسك هو ليه عمره منشر صورنا مثلا على الفيسبوك ودلوقتي بينشر صور على علاقته الجديدة وتبطل كمان إنك تتابع تصرفاته في العلاقة الجديدة وتقول ليه ما عملتش كده معايا وعمله مع العلاقة الجديدة وإيه هي المشكلة اللي فيها خلته يعمل كده معايا لو قدرت تبطل أو تبطلي تماما تفكير في كل الحاجات دي هتبدأ تلقائيا تنقل تركيزك لنفسك وعلى حياتك وتحاول تفهم نفسك أكتر ووقتها فعلا هتقدر توصل للتعافي والشفاء اللي بنتكلم عنه هتقدر تتغلب على ارتباطك بالنرجسي بشكل أسرع بكتير قوي لو كنا صدقين مع نفسنا جماعة هتلاقي إن معظمنا بيعاني من إنه لسه عايز النرجسي في حياته حتى بعد الإساءة اللي تعرضنا لها معايا وده بيكون عن طريق كلام بينك وبينه لأي سبب أو إنك بتبعت رسائل لأي سبب حتى ولو كان سبب يعني ما يستهلش ولازم تعرف إنك بالشكل ده بتدي النرجسي اللي هو محتاج له وإنك ما زلت عايز النرجسي في حياتك لو كنت بتعمل كده فعلا أحيانا ممكن تلاقي ضحاية بتقول إن النرجسي مش سايبني في حالي وأنا هقول لك برضو إن النرجسي أصلا مش هيسيبك في حالك أبدا لأنه مش مصمم إنه يعمل كده لأن الإمداد اللي بتقدمه للنرجسي عامل بالزبط زي المخدرات بالنسبة له يعني ولما الإمداد ده بيقل أو بينقص فبيكون محتاج لجرعات تانية واللي بيخليه يبدأ التواصل معك بأي شكل إنت تقدر تقطع علاقتك بالنرجسي ولكن بالنسبة العقل للنرجسي الكلام ده غير مقبول أبدا وهيحاول دايما إنه يرجع للعلاقة ومحاولاته ما بتنتهيش في الموضوع ده بيكون حريص جدا على إنه يسيب الباب موارد بينك وبينه علشان يقدر يدخل تاني منه لحياتك وقت ما يحب وينسحب من العلاقة مرة تانية برضو وقت ما هو يحب برضو علشان كده إنت مش هتقدر أبدا إنك تنهي علاقتك بالنرجسي أو تقطع الاتصال بيه لما تقول إنه مش سعيبك في حالك هو أصلا مش هيسيبك ولكن إنت عندك القدرة والأول إنك تسيبه والفضل هنا لقطع الاتصال للناس اللي تقدر تنفزه أو الاتصال الضعيف جدا جدا اللي لازم يتعاملوا مع النرجسي لأي سبب من الأسباب دي كانت حلقتنا النهاردة جماعة أتمنى تكونوا استفادتم بيها ومكنش تطولت عليكم بشكركم نتقابل إن شاء الله الحلقة الجاية شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته